طلاب الصف السادس بدي أنبه لشغلة بالنسبة للسؤال بالنسبة للسؤال رقم أربعة بالنسبة للسؤال رقم أربعة مراجعة بسيطة لأنه في بعض التغرات لازم نوضح عليها سم الزوايا الحادة جميعها حكينا هاي زاوية حادة نهي جيم بادال حكينا عنها حادة جيم بادال حكينا عنها حادة حكينا عنها با وا 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 دال دال با ها هاي الزاوية لأنه هاي وهاي مجموحهم قائمة إذا أخذنا كل واحدة لحال بتكون حادة مجموعة أي زاويتين حادتين بيعملوا قائمة فهاي لحالها حادة وهاي لحالها حادة وهاي لحالها حادة طيب بالنسبة للزاوية المستقيمة ما في عليها أي تعديل بالنسبة للزاوية القائمة حكينا إنه ألف با جيم قائمة وحكينا لأنه هاي الخضرة قائمة وحكينا دال با واو قائمة كمان استفكر معلومة أنه أي زاوية مستقيمة بتعمل زاويتين قائمتين يعني هاي الزاوية المستقيمة هاي الزاوية المستقيمة بتكون جزء منها قائم إذا حكينا هيك قائمة حكينا هيك قائمة معلاته الطرف اليسار بتكون قائمة إذن بنضيف كمان زاوية قائمة من الزاوية القائمة حكينا ألف با جيم قائمة ودال با ها قائمة دال با واو قائمة كمان بنحكي هاي الزاوية قائمة هاي الزاوية قائمة لأنه النص المستقيمة قائمة إذا هذه الزاوية قائمة على اليمين إذن الزاوية على اليسار قائمة برضو بنضيف زاوية قائمة اللي هي جيم با ها جيم با ها هيك هيها جيم با ها زاوية جيم با ها إذن قائمة إذن حط الملاحظات عندنا كمان مرة الزوايا الحادة حكينا جيم با دال حكينا جيم با دال حكينا ها با واو وبرضو حكينا زاوية دال با ها حكينا الزاوية المستقيمة ما عليها أي تعديل بالنسبة للزوايا القائمة حكينا عينا 3 زوايا مش زاوية 3 زاوية 3 المستقيمة 2 زاوية 3 اللي بعملو زاوية مستقيمة اللي هي ألف با جيم وحكينا دال با واو اللي هي الحمرة مرسومة وحكينا الجزء اللي عليها صار زاوية برضو جيم جيم با ها كمان الزوايا المنفرجة حكينا أنه في زوايا منفرجة حكينا إذا أخذنا ألف بادال زاوية منفرجة إذا حكينا الزاوية ألف بادال منفرجة كمان نحط باسم هيك تكون واضحة هيها ألف بادال منفرجة ألف بادال منفرجة كمان حكينا جيم جيم با واو منفرجة جيم با واو منفرجة حكينا ألف با واو منفرجة كمان طيب لو أخذنا هاي الزاوية حكينا جين باواو منفرجة كمان بدي أنوه لشغله بالجدول هون لما طلبني لما طلبني قياس الزاوية ها باواو وطلعت تقريبا 25 بالقياس الحقيقي ودال باواو طلعت 90 ها باد دال طلعت 65 حكينا هاي الزاوية وهاي الزاوية مجموحهم 90 درجة هاي ها تشوفها على الرسمي هون ها باواو ها باواو هاي الزاوية وها باد دال وها باد دال هاي مجموحهم 90 لهم تنتين القائمة كمان بدي أنوه للزاوية ألف باواو أذكر بمعلومة كنا يعني غايبة عن بالنا وإحنا بنشرح بالسؤال واتذكرتها بعد ما سكرت الفيديو هلا طلبني بده قياس الزاوية وحكينا با جيم با جيم با جيم وبا واو ضلعين با جيم وبا واو شو بعملولي زاوية بعملولي جيم با واو لاحظة الزاوية جيم با واو هاي الزاوية هاي جيم جيم با واو هيك ممكن يعمل زاوية داخلة وممكن يعمل زاوية خارجة لأنو ما حدد لي هلا جيم با يعني لو رسمنا هاذ الخاط لاحظة هيك 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 هاي جيم با واو هلا جيم با واو اللي طلبها قياس الزاوية احنا لما حكينا هون حكينا مية واربعين حكينا جيم با واو مية واربعين توقعنا اللي داخله اللي داخلي هون وحسبنا اللي خارجه الحقيقي إذا بدأتوقع اللي داخلي هون منحكي هاي تسعين مع هاي تقريبا طلعت خمس تلاتين توقعناها تسعين مع تلاتين بطلع مية وعشرين تسعين حكينا إذا طلبنا الداخلي لأنه جيم با طلعلي زاي جيم با واو بيعطيك زاوية داخلي وبعطيك زاوية خارجه الخارجه هاي منعكسه إحنا ما أخدنا بالزوايا المنعكسه ما أخدنا زوايا هاي لما تكبروا شوي بتاخد الزاوية المنعكسه اللي هي بتكون أكثر من مية وتمانين أكبر من مية وتمانين تسموها زاوية منعكسه هلا إحنا لما يطلبني زاوية جيم با واو فيه احتمالين يا إما بده اللي داخله يا إما اللي خارجه إحنا لما هون حسبنا مية واربعين قدرنا قدرنا اللي داخله اللي داخله زاوية داخلية لأنه هاي تسعين هاي تقريبا تطلع تلاتين أو أربعين لو حكينا تلاتين تسعين وتلاتين تقريبا مية وعشرين لازم تكون مية وعشرين توقعاتنا تكون مية وعشرين هاي إيش الزاوية داخله لما حسبنا القياس الحقيقي رحنا حسبنا على الزاوية الخارجية الزاوية الخارجية ما بدنا إياها لأنه إحنا نتعامل مع زوايا لغاية المستمية وثمانين ما أخد الزاوية المنعكسة عشان هيك برجع بأكد إنه أحسب الزاوية اللي داخله إذن هاي زاوية داخله داخله وهاي خارجه هلا الزاوية اللي الداخله هاي بتكون منفرجه واللي ده خارجه اللي بره منعكسه بما إنه إحنا ما أخد قياسات الزاوية المنعكسة إذن نتعامل مع الزاوية الداخلية بما إن الداخلية تتكون من قسمين هاي القائمة هاي القائمة مع هاي الحادة قائمة عندك قائمة وعندك حادة طيب لما قسنا هاي القائمة طبعاً طلعاً التسعين القائمة هاي طلعاً التسعين طب والحادة هاي قديش حسبناها إحنا الحادة هابا هابا واو طلعاً التلاتين جيم بادال جيم بادال هيها هيها جيم بادال طلع التلاتين هيها الحقيقة طلع التلاتين الحقيقة تلاتين طيب تلاتين مع التسعين شو لازم تطلع إذن لازم تطلع مية وعشرين نتأكد من القياس الحقيقي نشوف هاي الزاوية بدنا نحسب هاي هيك نقطة عن نقطة النقطة عن نقطة هاي صفر على خط الصفر صفر عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية مية وعشرة تقريبا مية وعشرين تقريبا هاي الخط على الخط تقريبا بين المية وعشرة وبين مية وخمسطة تطلع بين مية وعشرين بين المية وعشر وبين مية وعشر تقريبا تطلع مية وخمسطة تطلع إذن هاي مرفوضة لأنه إحنا بدناش نتعامل مع الزاوية الخارجية الخارجية حسبناها بس إحنا ما بدنا طالما إحنا ما ما اتطرقنا موضوع الزاوية المنعكسة إذن نأخذ الزاوية الداخلة الزاوية الداخلة اللي هي هون اللي هي بتكون تسعين زائد تقريباً الثلاثين هاي خمسة وعشرين مفروض تطلع هاي خمسة وعشرين إذن لازم تطلع تقريباً مية وخمسطاش إذن تطلع مية وخمسطاش إذن هاي الزاوية تطلع مية وخمسطاش حقيقةً مية وخمسطاشر درجة قياسي حقيقي إذن بما انه احنا ما اخذنا موضوع الزاوية الخارجة لانها منعكسة اصلا لاحظي منعكسة هاي تسعين وهاي منفرجة راح تطلع تقريبا ميتين وخمسة واربعين زي ما حسبنا اذا فهيا هون منعكسة احنا ما بدنا اياها معناته هو المقصود بالزاوية الداخلة زاوية الداخلة اللي هي هاي هاي اللي هي تسعين زايد تقريبا هاي خمسة وعشرين تطلع مية وخمستاش تطلع مية وخمستاشر درجة مية وخمستاش اذا جيم بادال جيم بادال تطلع مش تلاتين تطلع خمسة وعشرين جيم بادال تطلع خمسة وعشرين حقيقة جيم بادال تطلع خمسة وعشرين خمسة وعشرين وهاي تطلع تسعين تقريبا اذا تسعين زايد 25 115 تطلع زاوية جيم با تطلع زاوية جيم با الداخلة الداخلة إذن دائماً ده مطلبك زاوية إذا كانت من ضمن اللي إحنا تعلمناه منحسبها بما إنه الخارجية إذن هاي الزاوية بتعمل زاوية على اليسار وبتعمل زاوية على اليمين الشعاعين هدول الشعاعين هدول هدول الشعاعين بعملوا زاوية على اليسار وبعملوا زاوية على اليمين إحنا بما إنه الزاوية اللي على اليمين من ضمن اللي أخذنا الزاوية اللي تعلمناها لغاية المستقيمة إذن بعتمد هاي هاي بتطلع زاوية منعاكسة إحنا لسه ما أخذناها إذن مطلوب المقصود هذه الزاوية وتساوي 115 ساوي 115 أنا حبيت أوضح الفكرة أني بعد ما حضرت الفيديو ذكرت أنتو زاوية منعاكسة ما أخذناها فما في داعة نحسب الزاوية الخارجية إذا بنحسب الزاوية الداخلية لأنه ضمن اللي إحنا بنشتغل عليه إذن هاي الزاوية جيم باوا وقياسة 115 درجة الحقيقي حقيقي 115 درجة ولهون يعطيك العافية بس أنا حبيت يعني أوضح بعض الغموض عشان ما تشوفوا أنه هاي قياسات كبيرة تستغربوا من وين أجت ويعطيك العافية شكرا للمشاهدة